الشروع في بناء مقر قطري تحت مسمى لجنة إعادة إعمار غزة وبيت للسفير على أرض مهبة طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثار حفيظة الشارع الفلسطيني كونهم يرون في هذه الأرض المعروفة باسم أرض المنتدى إرثاً للفلسطينيين ومعالم رمزية خاصة يجب الحفاظ عليها وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حين وضع حجر الأساس لهذا المقر برفقة محمد العمادي رئيس لجنة الإعمار القطرية بأن هذه الخطوة اعتراف بالجميل وتقدير للموقف العربي القطري الأصيل حركة حماس نفت تماماً أن تكون هذه الأرض من ضمن إرثياس العرفات واتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لها بعض المعارضين لهذا البناء بمتصيدي الأخطاء وتسييس الأمر الأرض التي تم تخصيصها ليست هي الأرض الخاصة بمهبة الرئيس ياسر عرفات مهبة الرئيس كما كان عليه الحال أيام الرئيس الراحل هناك للأسف جهات تعمدت التصييد بعض الفصائل الفلسطينية عبرت بشدة عن رفضها منح قطر هذه الأرض وقالت إن ما حدث غير قانوني وأي خطوة يجب أن تمر عبر قنوات السلطة الفلسطينية الشرعية نحن عرضنا هذه الخطوة أولا لا يحق لحركة حماس أن تمنح قطعة أرض للسفير القطري أو لغيره المخول بمنح هذه الأرض وزارة الخارجية الفلسطينية والرئيسة بومازن اختيار قطعة الأرض هذا في استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني كله والمهبط هذا خمس دنومات وليس مجرد أمتار كما تتحدث حركة حماس وقد أشعلت هذه القضية مواقع التواصل الاجتماعي وشرع بعض الكتاب في نشر مقالات قائلين إن هذا المقر يكرس الانقسام الفلسطيني وهو يشكل ممثلية لقطر هذا الموضوع بالنسبة لنا حساس من مسألتين مسألة الأولى أنه في مهبط الرئيس ياسر عرفية ليس بالضرورة فوق الطائرة ولكن في منطقة المهبط وهناك أيضا شعور أنه هل من حق دول أخرى أن تبني في قطاع غزة ما يمكن أن نعتبر مقرات لها خارج إطار السلطة الفلسطينية وكان وزير العدل السابق فرح أبو مدين قد ناشد أمير قطر برسالة مفتوحة أن يوقف بناء هذا المقر لافتا أن هناك أماكن بديلة أخرى يمكن بناء المقر عليها غالبية الفلسطينيين من مؤيد الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعارضه أيضا يستنكرون إقامة مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية على أرض المنتدى ويجدون فيه تجاوزا للخطوط الحمراء ويدعون الرئيس محمود عباس لاتخاذ موقف قانوني حاسم بدلا من الدعوات الخجولة لوقف المشروع وسام ياسين الحرة غزة